اهلا بكم في الحر الليلة معكم ميرا القاس والبداية بالتأكيد من اجواء التصعيد على الحدود اللبنانية الاسرائيلية اذ قال الجيش الاسرائيلي انه احبط محاولة تسلل لخلية ارهابية تعود لحزب الله الى اراضيه عبر الحدود الشمالية مع لبنان وهو ما نفاه حزب الله بدوره في بيان صدر بعد عمليات قصف على الحدود نفي حزب الله يناقض الرواية الاسرائيلية اذ قال مصدر امني اسرائيلي للحرة انه تتوفر للجيش صور لخلية تابعة للحزب والتي تم استهدافها من قبل جنود اسرائيليين بدوره نتنياهو اكد قبل قليل ان على حزب الله ان يدرك انه يلعب بالنار هدوء مشوب بالحذر يخيم على الحدود الاسرائيلية اللبنانية بعد توتر استمر لنحو ساعة بين الجيش الاسرائيلي وعناصر من حزب الله الجيش الاسرائيلي اعلن عقب الحادث مباشرة انه احبط محاولة تسلل لخلية من حزب الله الى الحدود الشمالية مؤكدا عدم وقوع اصابات في صفوف جنوده احبطت قوات جيش الدفاع بعد ظهر اليوم عملية تخريبية لحزب الله متمثلة بمحاولة التسلل خالية مخربين مكونة من ثلاثة لأربعة افراد في منطقة جبرروس لقد اجتدت الخالية الخط الازرق الحدودي لامطار معدودة حيث اطلقت قواتنا النار نحوهم وتمكنت من تشويش خطتهم لم تقى اصابات في صفوف قواتنا في غضون ذلك قال بيان لحزب الله اللبناني ان اطلاق النار كان من جانب واحد وان عناصره لم ينفذ اي هجمات ضد اسرائيل واثر هذه التطورات عقد رئيس الوزراء الاسرائيلي بن يمين نتنياهو اجتماعا امنيا طارئا في مقر وزارة الدفاع في تل ابيب لبحث اخر التطورات مؤكدا ان الوضع لا يزال عال التوتر وان الجيش الاسرائيلي على اتم الاستعداد للرد على اي هجمات تستهدف المدن والبلدات الاسرائيلية من جانبها حثت قوة الامم المتحدة لحفظ السلام في لبنان اليونيفيل الجميع على التحلي باقصى درجات ضبط النفس وانهاء التوتر وتسود المنطقة الحدودية بين اسرائيل ولبنان توترا ملحوظا بعد مقتل عنصر من حزب الله اللبناني في غارة اسرائيلية استهدفت الاسبوع الماضي موقعا عسكريا قرب مطار دمشق الدولي في سوريا وللمزيد عن اخر التطورات تنضم الينا مراسلتها الحرة ثروة شقرة من جبل الروس على الحدود شمال اسرائيل وعلى الجانب اللبناني معنا ايضا مراسلة الحرة سحر ارنقوت من اللعديسة قبالة جبل الروس حيث وقع الحادث الامن بين لبنان واسرائيل او بين حزب الله واسرائيل ابدأ معك بداية ثروة كيف تبدو اخر التطورات لديك وان كان هناك ما هو جديد على المشهد مساء الخير ميرا بداية الجديد هو تصريحات او المؤتمر الصحفي الذي خرج فيه وزير الدفاع بيني جانس ورئيس الوزراء الاسرائيلي بن يمين نتنياهو الذي اكد فيه الاخير على ان اسرائيل لن تسمح لايران بالتموضع في اراضيها وحمل ايضا لبنان مسئولية ما حصل واكد على ان الحدث الامني الذي وقع في المنطقة التي نتواجد فيها الان هو عملية لحزب الله تمثلت بتسلل اربعة او ثلاثة من عناصره كما اعلن الجيش الاسرائيلي وان الجيش قام باحباط هذه العملية ونصح وقال انه يقول لحزب الله ارسل اليه رسالة واضحة بانه لا يجوز ان يجرب اسرائيل وبانها جاهزة لصد اي هجوم يقع على اراضيها ووصف هذه العملية بالخطأ الاكبر ايضا بني جانس كان قد اكد على هذه الاقوال والذي ايضا اكد على ان هذه العملية هي عملية عسكرية ضد اسرائيل واكد ان الجيش يستطيع ان يفعل كل ما بوسعه لمنع اي عمليات وقال ايضا ان الجيش جاهز لما هو بعيد وما هو قريب في الاشارة الى يعني هذه الجملة ايضا تحمل كثير من الدلالات المشهد ميدانيا ميرى هدوء في المناطق الحدودية طيران الاستطلاع لا زال يحلق في الاجواء على المناطق الحدودية هذا الوجوء الذي تطلعين عليه اود ان افهم كيف يبدو التأهب الامن في هذه المنطقة الحدودية وان كانت لديك معلومات الى متى سيستمر بطبيعة الحال التأهب العسكري وهذا ما اكده المستوى العسكري الاسرائيلي ان حالة التأهب متواجدة في هذه المناطق ايضا افيخاي ادرعي المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي كان قد قال ان الايام القادمة هي ايام معقدة او ايام صعبة يعني في دلالة للاحداث الامنية التي شاهدناها قبل قليل واكد ايضا ان الحدث لم ينتهي عادة حتى كما حصل في السابق في وقت سابق ميرا عندما ضرب حزب الله صاروخ كورنت تجاه ناقلة جنت عند قاعدة افيذيم ايضا على الحدود الجيش بعد ساعة او ساعتين من الحدث قال واعلن ان الحدث قد انتهى ولكن اليوم الحدث لم ينتهي عسكريا واسرائيليا وبالتالي حالة التأهب مستمرة على هذه الحدود ولكن لم نلحظ اي تحركات عسكرية على هذه المناطق خاصة هذا انه تكتيك اسرائيلي وهو بعدم التواجد في المناطق القريبة بل التواجد في مناطق بعيدة عن الحدود ايضا مصدر امني ميرا في ظل نفي حزب الله بان هذه عملية عسكرية وان هؤلاء العناصر ليسوا عناصر لحزب الله مصدر امني قال ان العملية موثقة وان هذه المناطق تشهد تسللات بطبيعة الحال كما تعلمون رعاة اغنام يتسللون وايضا سودانيون واثيوبيون يلجأون الى اسرائيل طلبا للعمل ايضا هذا المصدر قال انهم واضح انهم خلية وليسوا رعاة اغنام كما هو معتاد من حوادث التسلل على هذه المناطق نعم انتقل الى جانب الاخر من هذه المنطقة الحدودية الى جانب اللبناني مع سحر ارنقود سحر اليك كيف يبدو المشهد حيث انت نعم ميرا يعني المشهد لا يزال يشهد هدوءا نسبيا في هذه المنطقة الحدودية علما ان الحرائق لا تزال مشتعلة في الاحراج في تلالك فرشوبا حيث سقطت سقط عدد من القذائف اطلقها الجيش الاسرائيلي على خلفية الاشتباكات التي دارت بعد ظهر اليوم بين عناصر من حزب الله وبين القوات الاسرائيلية في موقع جبل الروس هذه الحرائق طبعا كما تشاهدون اذا كانت كاميرا الحرة قادرة على يعني التقاط الصور في ساعة الليل هذه نستطيع ان نتابع هذه الصور ولكنها مضممة بطبيعة الحالي اليونفيل لا تزال تجري تحقيقاتها حول حقيقة ما حصل هذا ما صرح به المتحدث نعم نعم بطبيعة الحالي كنت اقول ان المتحدث الرسمي باسم اليونفيل قال ان قوات الطوارئ الدولية تجري التحقيقات الميدانية حول حقيقة ما حصل لطبعا اصدار بيان واضح حول مجريات الاحداث التي شهدتها الحدود اللبنانية الاسرائيلية بعد ظهر اليوم الجيش اللبناني عاين المنزل الذي سقطت فيه بعض القضائف هناك قضائف لم تنفجر يعمل الجيش اللبناني على تفكيكها وطبعا ابعاد المدنيين عن موقع هذه القضائف غير المنفجرة حتى الساعة اكتفى الجيش اللبناني باصدار هذا البيان حول الاضرار التي طالت بعض المنازل في الهبارية وطبعا لم يصدر بعد اي بيان رسمي حول الاشتباكات او العملية التي جرت في موقع جبل الروس طبعا هناك تساؤلات عديدة حول مضمون بيان حزب الله من ان ما حصل ليس عملية وطبعا نفى ان يكون قد نفذ اي رد على مقتل عنصر حزب الله الذي سقط في دمشق اثناء الغارة الاسرائيلية علي محسن وبالتالي هناك طبعا تخوف من ان تكون الامور لا تزال مفتوحة على احتمالات كثيرة من المواجهات في هذه المنطقة تحديدا هذا اضافة طبعا الى التلويح والتهديد الذي تضمنه البيان من الرد على قصف بيوت مدنية يعني الان لهجة حزب الله ارتفعت في التهديد وطبعا هذا يرسم علامات استفهام ومخاوف ايضا من ان تدخل هذه المنطقة ولبنان معها اتون مواجهات لا يعرف احد كيف تبدأ وكيف تنتهي حتى لبنان الرسمي بحكومته ورئيس الجمهورية ووزير الخارجية لم يصدر عنهم اي موقف حتى الساعة علما ان رئيس الحكومة حسان الدياب كان قد قطع كل اجتماعاته في السراعي الحكومية نعلم ان موضوع الكورونا كان امرا طارئا جدا على طاولة الحكومة واللجان المختصة واجرى اتصالات مع مختلف القيادات السياسية والعسكرية وطبعا قيادة اليونيفل ولا نزال بانتظار صدور موقف رسمي لبناني حول ما حصل وهل ان القرار 1701 بات بحكم خروقات وهناك عدم احترام لهذا القرار وغيره من القرارات علما ان وزير الخارجية الفرنسية عندما زار لبنان مؤخرا كان قد شدد اكثر من مرة على احترام القرارات الدولية المرعية الاجراء لسيما 1701 وكان حريص جدا على دور مهام قوات اليونيفل التي تعتبر فيها القوة الفرنسية قوة رئيسية وبالتالي كان وزير الخارجية حسب مصادر ديبلوماسية ايضا ميرا ابلغ حزب الله او القنوات المتصلة بها بدرورة تطبيق مبدأ الحياد وطبعا هذا الامر الذي حصل اليوم يناقض هذه المبادئ مرسلتها الحرة صحر ارنقوت وثروة شقرة شكرا جزيلا لكم حتى اللحظة بالتأكيد قد نعود اليكم في حال حدوث اي تطورات جديدة رئيس الوزراء الاسرائيلي بن يمين نتنياهو اكد قبل قليل ان الجيش احبط عملية لحزب الله اللبناني واشار نتنياهو ان التسلل للاراضي الاسرائيلية يعتبر امرا خطيرا الجيش الاسرائيلي لديه استعدادات مناسبة في الميدان للرد على اي هجوم يستهدف اراضينا نحن رأينا محاولات لاجتياز حدودنا حزب الله يلعب بالنار وقد نفذ محاولة تسلل احبطناها بفضل جهوزيتنا انا اقترح على حسن نصر الله ان لا يعيد هذا الخطأ التسلل الى اراضينا امر خطير لكن من الواضح ان حزب الله يحاول طورة لبنان للنقاش معنا من تل ابيب عكيفة دار المحلل السياسي اهلا بك معنا بداية نريد ان نفهم يعني هذا المشهد الضبابي الجيش الاسرائيلي يقول بانه اعلن احباط محاولة تسلل لعناصر حزب الله الى اراضيه وبالمقابل حزب الله ينفي هذه الرواية الاسرائيلية تفضل الفرق بين ما اعتقد انه حادثة اخرى والحرب هو ان لا احد يعتقد ان حزب الله له مصلحة في التصعيد هناك جندية اسرائيلية تمكنت من متابعة مجموعة التسلل وحسب معلوماتي اسرائيل لديها توثيق للحادثة وكما نعرف في المستوى الثاني من الحرب حسن نصر الله قال بعد الحرب قال انه لو كان يعرف او كان يتنبأ كيف ستنتهي الحرب لما بدأ بها اعتقد انه حاليا وقبل العيد نصر الله ليس له مصلحة ولا اسرائيل لها مصلحة في التصعيد انا امضيت عطلة نهاية الاسبوع مع عائلتي هنا في المنطقة الحدودية لاننا لم نستطع السفر الى اوروبا او تركيا حيث نمضي عادة العطلة العائلية وذلك لان اسرائيل على قائمة الدول التي لم تتمكن من محاربة فيروس كوفيد 19 وفي شهر يوليو ونحن نقترب من شهر اغسطس هذا هو الموسم الذي يسافر فيه الاسرائيليون ولا اعتقد ان الجمهور الاسرائيلي مستعد لحرب اخرى بعد الكفاح ضد الجائحة والتي نظر اليها في اسرائيل على انها حرب طيب سيد عكيم يعني اذا ما نظرنا الى تصريحات طيب اذا ما نظرنا الى تصريحات رئيس الوزراء الاسرائيلي بن يمين نتنياهو الا ترى بانها تصريحات نارية وربما قد تعود الامور وتتصاعد من جديد هو تحدث اليوم وقال باننا امام عملية عسكرية ليست سهلة بالامس قال بانه يحمل لبنان وسوريا كل المسئولية سواء صدر اي اعتداء من اراضيهما باتجاه الاراضي الاسرائيلية بالبداية هو لم يفقد الفرصة لتوجيه اصابع الاتهام لايران عدوه المفضل واعتقد ان المشكلة او الطريقة التي يرى فيها نتنياهو المشكلة هي اننا نتحدث الان عن اسرائيل وحزب الله ولبنان ويبدو كأننا متساوين اسرائيل دائما نظرت الى حزب الله وانظري على الاخبار في اسرائيل حزب الله لا ينظر اليه على انه حزب سياسي وانما منظمة ارهابية وبالنسبة لاسرائيل ان يكون لديها نزاع سياسي او حتى عسكري مع منظمة ارهابية هذا اذلال لاسرائيل ونتنياهو يواجه الاذلال في كل يوم في المظاهرات التي تحيط ببيته في القدس هو في الواقع لديه اجندة وهو في قمة الهيكل العسكري وسنرى عدد الاسرائيليين الذين لن يغيروا خطتهم لتمضية عطلة يوليو مع اطفالهم في الشمال طب اذا كان يعني كلا الطرفين لا يريدان التصعيد وهذا التصعيد لا يصف مصلحة اي من الطرفين وبالتالي يعني هذا التوتر وهذه التحركات العسكرية التي تابعناها اليوم في اي اطار من الممكن ان تصنف اعتقد انها مثل شيء بين ولدين يحاولان الاظهار للفتيات ان كل منهما اقوى من الولد الاخر اعتقد ان ان حزب الله لم يكن جزءا من مخطط رسمي للهجوم على اسرائيل لان حزب الله حريص على عدم الهجوم على المدنيين الاسرائيليين ايضا ربما ما حدث كان حادثة عرضية والطرفان لا يريدان التصعيد وكما قلت سابقا هناك عطلة العيد ولبنان واسرائيل تكافحان مع عدو جديد وهو الفيروس اكيف الدار المحلل السياسي من تل ابيب اشكرك جزيل شكر شكرا وننتقل بالحوار الى بيروت ونرحب بالعميد يوسف الجدم الخبير العسكري والاستراتيجي اهلا بك معنا بداية اريد ان افهم منك سيادة العميد ما هي المكاسب التي حققها الجانبان من خلال هذا التصعيد والتوتر الذي تابعناه على الحدود اللبنانية الاسرائيلية حتى الان لم يحقق اي جانب اي مكسب لان حزب الله نفع ان يكون قام بأي عملية اسرائيل اكدت ان هالعملية حصلت عملية تسلم بكل الحالات العملية حتى لو حصلت هي عملية هامشية من مؤسرة ولا شيء حتى قالوا انه حتى لو كانت فعلا حصلت قال دخلوا بضعة امتار هذا تهديد استراتيجي لامن اسرائيل مثل ما حصل بتموز 2006 لما حزب الله اجتاز الحدود واثر جنود اسرائيليين وقتل منهم وجرح منهم وجابوا على لبنان هناك كانت مسألة خطيرة لكن هلأ حتى لو حصلت فعلا منه خطيرة وما تشكل اي شيء مهم والمعلق الاسرائيلي ايضا ما هو حق ما هو حق انه اكيد ما حدا عنده مصلحة لا لبنان لا حزب الله وعن اسرائيل عن حزب الله وعن اسرائيل اتنين ثم قالوا مصلحة بتصعيد الوضع بالوقت الحاضر طيب هل نفهم مما تابعناه اليوم بأنه حزب الله العملية ممكن تكون فعلا حصلت هل نفهم مما تابعناه اللون بأنه نوع من الاسترات من قبل الطرفين سواء كان من قبل اسرائيل أو من قبل حزب الله خلينا نحكي لك عن من جهة حزب الله العملية ممكن تكون فعلا بمحاولة حصلت حزب الله حاول يدخل الناس لجوة تصير إلى اهمية وانتقام أو ما حصلت إذا ما دام هو ما اعترف فيها ما اعترف فيها فعلا ممكن تكون ما حصلت بالمرة أو ما بد يعترف بفشل العملية ورح يقوم بعملية أخرى لتسجيل انتقام للأصف الذي حصل بسوريا وقتل في أحد المقاومين اللبنانيين من حزب الله مثل ما صار مثلا بأيلول 2019 عمل حزب الله كرد على عمليات إسرائيلية على الطائرات المستير التي جاء على الضاحية وعلى مقتل مقاومين بسوريا عمل رد محدود ضرب إيلية عسكرية من بعد استنفار وتوتر مهم على الجانبية الحدود وسجل الهدف وإسرائيل قالت أنه انتهت العملية هنا يعني اثنين إسرائيل متأهبة ومستنفرة ومتوترة خايفة من رد حزب الله عليها يضرب صاروخ أو يعمل عملية حزب الله إذا رد يريد يكون الرد كثير مدروس وكثير محدود حتى لا يصير تطور مثل مصار 2006 أيد للمعلق الإسرائيلي أن الطرفين لم يكن مصلحة بالتصعيد الكبير ولا سيصير تصعيد كبير حتى خطأ بسيط لا يوجد تصعيد كبير إذا نظرنا أيضا إلى طبيعة الرد التي صدرت من حزب الله واستخدامها مزارع شبعة يعني إلى أي مدى كان هذا الرد متوقعا وبأن هناك رسائل يحاول حزب الله إيصالها بأنه يريد الرد فقط ولا يتجه أبدا إلى أي نوع من أنواع التصعيد حزب الله من 2019 رد على العمليات الإسرائيلية التي تصير على مواقع حزب الله ومواقع إيرانية بسوريا بأحد خطباته والسيد حسن نصر الله قال من يوم رايح أي مقاتل أي مقاوم مجاهد من حزب الله يقتل بسوريا سنرد من لبنان يعني حدد أنه الرد ليس سيكون من سوريا سيكون الرد من لبنان لأنه يعتبر الرد من لبنان على إسرائيل يكون مؤذي أكثر ومؤلم أكثر لإسرائيل من سوريا في بيناتهم هضبة الجولين الكبير والسقين يعني معظم من الإسرائيليين أصليين هن أساسا سوريين وفي مشاكل كتير معقدة الرد من سوريا فمن لبنان الرد أكثر إلاما للإسرائيليين ومنطقة الشمالية مسكونة جدا ومهمة بالنسبة لإسرائيل قال الرد سيكون من لبنان لذلك كل عملية بيقتل فيها ناس من حزب الله بسوريا صار كأنه ملزم معنويا حزب الله بالرد من لبنان لكن الرد على طول حتى ما يورد الحزب الله ولبنان بعملية كبيرة رح يكون كتير مدروس وبعناية وعادة برد من مزارة الشبعة لأنه بعض هي منطقة نزاع منطقة تعتبر لبنانية محتلة من قبل إسرائيل في عنده حزب الله نوع من الشرعية من المقاومة من انطلاقها من هذه المنطقة ضد إسرائيل أشكرك جزيلا شكر العميد يوسف الجدم الخبير العسكري والإستراتيجي شكرا جزيلا لك